برضو كان عندنا منتخب مصر لكرة اليد اللي نجح في الفوز على متصدر المجموعة منتخب النرويج بنتيجة 26-25 مواصلا العروض القوية والنتائج القوية بعد التعادل مع فرنسا نجحنا في الفوز على منتخب النرويج ومباراة تقلق فيها من جديد هداف البطولة يحيى خالد وأفضل حارس مرمى في الأولمبياد حتى الآن محمد علي بتصديات وبأهداف نجحنا في أن نقتنس نقطتي الفوز وإحنا مقبلون على مواجهة الأرجنتين غدا الساعة 12 ظهرا بإذن الله علشان بالماتش بتاع بكرة ده يتحدد خلاص بشكل واضح مين منافسنا اللي جاي الأرجنتين طبعا هي أقل فرق المجموعة فإحنا بكرة الماتش هيحدد ترتبنا ضمن الأربعة الأوائل إن شاء الله اللي بيتأهلوا ضمن الستة فبالتبعية هنعرف مين منافسنا اللي جاي لو إحنا تاني هنلاعب التالت لو إحنا أول هنلاعب الرابع لو رابع وده صعب هنلاعب الأول اللي هو ألمانيا من أقوى فرق المنافسات حتى الآن فإن شاء الله بتوفيق الرجالة بكرة الظهر وبكرة هنعرف مين هو منافسنا في ربع النهائي عشان تبدأ بالفعل بقى رحلة البحث عن الميداليا إن شاء الله لكن منتخب لا من طول الوقت الناس وراء طول الناس منتخب دايما عنده الميكس الحلو بتاع الأجيال المختلفة ما بين الشباب ما بين المخضرمين ما بين الكبار ما بين المحليين المتقلقين أو المحترفين المؤثرين جداً مع عنديتهم في الخارج الوحش كل ما بين صورة ليه هو بيهتف أو بيصرخ زي ما قالوا هناك الصحفيين إن صرخته هو بيقول يا رب بتعمل صدى صوت جوا أرض المرعب محمد علي الحقيقة إنه المنتخب كله كالعادة عارف إنه يلم الناس حواليه وعارف إنه الناس تبقى قاعدة مركزة في ماتش كورة وفي نفس الوقت مش ناسية إنه فيه هندبول ودي بصراحة كبيرة قوي كبيرة قوي على شعب بيتنفس كورة قدم المنتخب ده بسنوات متواصلة قادر إنه طول الوقت تبقى الطموحات في السماء بشأنه مهما كانت حتى الإحباطات بتاعت إنك تبقى كسبان وتخسر في آخر ثانية أو كسبان وتتعادل في آخر ثانية الناس طول الوقت ما فقدتش أبداً الأمل في إن المنتخب ده قادر على أن يحصد لنا الميداليات وإن شاء الله المرة دي مش عايفة الرابعة دي التالتة تابتة ولا أكتر من التالتة تابتة على مستوى المحاولات في الأولمبياد لكن حتى النجوم السابقين لكرة اليد لما تسألهم بيلون إن إحنا وصلنا للبيك خلاص بتاع إن دلوقتي زروة أمل الوصول إلى ميداليا أولمبية عبر منتخب كرة اليد المصري ترجمة نانسي قنقر